اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام حلقة جديدة من المجلة السياحية بنتعرف فيها على اخر واهم اخبار السياحة في مصر والعالم من خلال جولة اخبارنا او نشرتنا السياحية ايضا نتكلم عن احد اهم الموضوعات متعلقة بصناعة السياحة وفاصلها في مصر وده بيكون من خلال وقفتنا الحوارية الحقيقة هنتكلم فيها النهاردة عن تفاؤل وتوقعات بنتعاش السياحة في الفترة القادمة بعد وصول رحلات من روسيا وبولندا وعدد من دول العالم وهيكون اضفنا في الستوديو اساس علاء خليفة عضو المجلس المصري للشؤون السياحية قبل ما نستعرض اخبارنا برحب بضفنا في الستوديو أهلا بحضراتكم على اساس علاء نروح مع حضراتكم مع مشاهدينا لمجموعة من الاخبار قبل ما نتكلم عن الموضوع الاساسي والتوقعات بنتعاش السياحة الحقيقة اول موضوعات ما نتكلم عنها هي استمرار الحقيقة لتعامل مع تدعيات فيروس كورونا وما سببه طبعا من ربما ازمة او توقف طبعا النشاط السياحي وده اثر بالسلب على العاملين فيه فكان فيه الحقيقة تسهيلات ودعم من الدولة للعملين في قطاع السياحة منها دعم استثنائي للمرشدين السياحيين وبتواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف هذا الدعم عبر مكاتب البريد بانحاء الجمهورية ضمن مساعدة العمالة غير المنتظمة لوجهة التدعيات السلبية لفيروس كورونا خلينا نتبع تفاصيل اكتر عن الموضوع من خلال التقرير التالي بعدها نرجع نستكمل الاخبار تواصل الدولة تقديم دعم نقدي مباشر للعمالة غير المنتظمة لتخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا في هذا الإطار بدأ 12 ألف مرشد سياحي صرف دعم استثنائي بقيمة 500 جنيا لمدة أربعة أشهر بعد التواصل المستمر مع دولة الأسر وزراء المحترم الدكتور مصطفى همدبولي حقيقة أشكر كل الشكر باسم المشهين السياحيين في مصر كلهم على تفهمه لطبيعة الأمر وطبيعة الأوضاع اللي بتمر بها المشهين السياحيين ووجه سيادته توجيه مباشر وواضح وضطيق جدا أن يكون هناك دعم استثنائي ومعنى استثنائي أنه خارج الأثار اللوايح والقوانين المائقة لأنه تفهم طبيعة عمل المرشد السياحي على الأرض وبالتالي كان هو الدعم الدعم للحوالي 12 ألف مرشد أو 12 و500 ألف مرشد الدعم يصرف مباشرة بالرقم القومي من كل مكاتب البريد في أنحاء الجمهورية أول يوم النهاردة هو يوم الاستحقاق أو يوم صرف الدعم من جانبها فتحت مكاتب البريد بأنحاء الجمهورية أبوابها أمام المستفيدين من المرشدين السياحيين لصرف الدعم في سهولة ويسر باتباع كافة الإجراءات الوقائية النهاردة بداية أول يوم في صرف منحة المرشدين السياحيين حوالي 12 424 مرشد سياحي ممن تضرروا من تداعيات أزمة كورونا الصرف بيتم بمبلغ على أربع شهور مبلغ 500 جنيه كل شهر هتتم الصرف على دفعتين كل دفعة شهرين بألف جنيه المرشدين السياحيين المستحقين للصرف هم من لم يصرفوا في منحة العمالة غير المنتظمة وهم المقيدين في قاعدة بيانات وزارة السياحة كمرشدين سياحيين على اعتبار أن المرشد السياحي بيعتبر صاحب عمل فلم يدرك في أسماء العمالة غير المنتظمة فدعما لهؤلاء ولأسارهم الذين تضرروا من أزمة كورونا هذيك بريد واخد الإجراءات الاحترازية منفزها من ساعة المشد كورونا بالنسبة للعملة وبالنسبة للموظفين الموظفين طبعا كمامات المطاهرات القلبزات الإيد بالنسبة للجمهور تباعد في الصالة الخارجي وتباعد برا ردود فعل إيجابية واسعة الصدى من ألاف المرشدين السياحيين حول تلك المبادرة البناءة والتي تم تفعيلها بالتنسيق بين وزارتي السياحة والأثار والتضام الاجتماعي لتخفيف تداعيات جائحة كورونا ألاف المرشدين السياحيين فئة أخرى ضمن قطاع العمالة غير المنتظمة يحظون بدعم الدولة لمواجهة الأثار السلبية اقتصاديا ومعيشيا جراء فيروس كورونا ياسين سيف أنيل السوديو أستاذ علاء خليفة خبير التسويق السياحي الدولي برحب حضرك مرة تانية أستاذ علاء وتعطيب حضرك على هذه بعض التسهيلات اللي يمكن الدولة حاولت تقدمها في الفترة الأخيرة طبعا للتعامل مع السلبيات والتدعيات فيروس كورونا منها الدعم الاستثنائي للمرشدين السياحيين هو دعم الكائنات السياحية ودعم الفئات اللي تشتغل في السياحة مباشرة وعلى اتصال مباشر بالسياحة ده من توصيط منظمة السياحة العالمية لكل حكومات العالم لأن ده ثروة قومية أعتقد يعني المشيين سياحيين عند النهاردة حوالي 16 ألف مرشد سياحي بلغاتنا أدرك جدا نهاردة لما نستعيد حركة السياحة على بداية العام القادم بشكل كبير هنحتاج الناس دي كلها فأننا فترة طويلة كان يتم تجاهلهم نهاردة دعم حتى الدعم دعم هو بسيط بس معناوي معناوي كبير جدا بيوريهم من قد الحكومة ووزارة السياحة مهتمة بيهم هو دعم السسنائي بلغ بسيط ولكن ليه قيمة أن في حد بيهتم بيهم ودي فئة مهمة جدا دول سفراء مصر الداخليين دعم مرشي السياحة ده سفير مصر الداخلي وهو أول ما يتعرف عليه السائح صحيح وآخر ما يشوف السائح صحيح دوره مهم جدا طبعا دوره مهم جدا في العملية السياحية من غيره عملية تنفيذية سياحية لا تستقيم ده صحيح طيب نستكمل الأخبار ونروح الحية لتنشيط السياحة واستقبال الوفود السياحية في ضق خطط الدولة لتنشيط حركة السياحة واستقبال الوفود السياحية من مختلف دول العالم عقد وزير السياحة والأخبار دكتور خالد العناني اجتماع موسع مع عضاء جرفة شركات السياحة ومدير الفنادق بالأقصر لبحث كافة الإجراءات المتخدة لعودة السياحة وأهم سبل إنجاح لموسم السياحي الجديد وأعلن الوزير أن رحلات الفنادق العائمة ستبدأ العمل في شهر أكتوبر المقبل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وده وفقا لضوابط تشغيل الخاصة بالفنادق العائمة واستكمل وزير الدولة للسياحة والأثار جولته بمحافظة الأقصر الجمعة بتفقد معابد الكرنك ومضحف الأقصر العام أستاذ علاء الحقيقة في بداية سبتمبر كانت عودة فتح الأماكن الأثرية والمتاحف على مختلف أنواعها أمام الزائرين مرة أخرى بعد فترة إغلاق طويلة وأيضا عودة الأقصر وأسوان والقاهرة للسياحة كيف تقايم هذه الخطوة في إطار عودة السياحة هي خطوة طبيعية طبعا طبعا نحن بنتخذ جميع أجراءاتنا الاحترازية علشان نتأكد أن السياحة اللي يخش هذه المناطق يكون آمن تماما صارت سياحة مشكورة بتبسل من جود رائع وزير السياحة بيتحرك في كل الاتجاهات كان لازم أن نفتح مناطق البحر الأحمر أو نفتح في البداية خالص السياحة الداخلية كستيب 1 ستيب 2 نفتح مناطق البحر الأحمر السياحة العالمية ونوري الناس هنا عندنا مناطق آمنة ثم بعد ذلك نتوسع في فتح للسياحة الثقافية خلي بالك سياحة الثقافية عانت معاناة شديدة جدا في الفترة اللي فاتت المركب اللي كانت وقفة في النيل والعاملين يعني أغلبهم وصل لدرجة أن ما فيه شغل بقالنا 8-9 شهور فكان لازم نعيد استهداف الحركة دي مرة أخرى ونعيد استهداف الحركة النيلية مرة أخرى بالذات أن نسبة الإصابات لفيروس كورونا في مكان زي الأسر وأسوان قلت كثير جداً في الفترة الماضية فده كان مطلب كبير لمستثمري السياحة الثقافية والحمد لله بالاجتماع الأخير وقرارات الأخيرة لوزارة السياحة تم وضع دوابط للنسب إشغال لا تتعدى 50% ووزير السياحة والأثار مشكوراً يدي كل الدعم للسياحة الثقافية وخلي بالك السياحة الثقافية بتعتمد الجوز الكبير منها على الأثار فهو تنمية أو تسويق للأثار اللي فترة طويلة جداً كانت مغلقة إن شاء الله بإذن الله شهر جاي نسمع أخبار كويسة ونشوف المراكب دي ترجع تاني للعمل ونشوف المجموعات ترجع تاني تنزل في مطار الأقصر بس أنا كنت عايز يعني أوضح نقطة ياريت اللي طبقناها على مدن البحر الأحمر في موضوع البي سي آر ده يتم تطبيقه برضو على الأقصر وأسوان أو الطائرات اللي هتيجي انترناشنال للمناطق ديت لأن خلينا نبقى عندنا ستندرد لفل في المعاملة على كل المطارات علشان السياح بيتطمن يعني حتى الدول المصادر للسياحة بتطمن إن احنا فيه إجراءات معينة بتتخذ لحماية سائحيها في هذه المرة صحيح يمكن ده كمان الأشاد بيه أمين منظمة السياحة العالمية في زيارته لمصر أشاد الحقيقة بالإجراءات الاحترازية والضوابط اللي بتتخذها مصر اللي التعامل مع هذه الجائحة طيب نستكمل الأخبارنا ودلوقتي نكلم عن ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية طبعا إحنا عارفين إن فيه المتحف تم افتتاحه فيه شرم الشيخ وفيه أيضا الغرداء وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي فيه أيضا تم افتتاح المعرض المؤقت لبعض القطع الأثرية للمالك توت عن خأمون ده فيه متحف الغرداء المعرض بيعد بمثابة عنصر جدب للسائح في مدينة الغرداء لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم معنا أستاذ خالد محفوظ رئيس مجلس إدارة الشركة المشاركة في إنشاء مدحف الغرداء أستاذ خالد صباح الخير وأهلا بحضركم هنا صباح الخير يا فنان أستاذ خالد كلمنا عن تفاصيل هذا المعرض الخاص ببعض المقتنيات الملك توت عن خأمون اللي بيستضيفه متحف الغرداء والله هو المشروع كله كان فكرة ويعني مساندة الدولة وتبنيها للفكرة أن نتشارف الغرداء الخاص في نجال حساسة كده دي اللي شجعتنا لعنا نكمل وفتحنا المتحف في 29 اثنين بدأنا عشرة يام كده وبعدين بعد كده جائحة كورونا لإصابة مصر والعالم كله بالكامل فكان تدعيات اللي حصل دي كلها بالكامل كان بيتحرك الوزير الدكتور خالد والقادر السياسيات كلها بالكامل إزاي نقدر نرجع سياحة سياحة تاني ونينة وينقف جنب الأمكن السياحية عشان المرتبطة بمورد ريس إناس كتير جبتاً في القطاع فكانت فكرة الدكتور خالد أن يجيب بعض المقتنيات توتعان خامون وتبقى موجودة في الغداء لجاز بعدد من الزائرين والسياحة اللي موجودة في البحر الأحمر وده كان اتجاه من فترة من بداية المشروع وانا بقى فيه رافض جديد للسياحة لجوار السياحة الترفيهية والسياحة الشاطئية وانا بقى فيه سياحة ثقافية في منطقة زي البحر الأحمر طيب المعرض كمان يعني فكرة أنه مش بس مدحف زي ما حضراتك وضحت لا كمان المدحف بيستضيف معارض من وقت للتاني وبنتكلم دلوقتي على معرض ليته وتعان خامون بالضبط يعني والمدحف كله كان فكرته مش مجرد مدحف لعرض قطاع أسرائي والمشروع مشروع متكامل على مساعة 12 ألف مت موجود فيه في الأول خالص بارك موجود وبعد هي الريسيبشن وبعد كده فيه منطقة طرفيهية حوالي 6000 متر فيها مصرح روماني وفوت كورت وبعض المحلات التجارية وبتدخل على منطقة شوبينج إيريا كلها مفتوحة ما فيش محلات ما فيش حدي بتختلط مع الجزء البضاعة كلها معروضة الجزء اللي بيخصر حاجة بياخدها في البازكت بتاعه ويروح على الكاشيري حاسب بدون أي مضايقات كلها مكتوب عليها فيكس براي بعد كده بيدخل على صدر العرض المتحفي يطلع يستمتع باليوم بتاعه ويرجع يكمل تاني خلص احنا بصدر يعني في بعض الحاجات بس اتأجلت سطر الفاتحة تشوية نتيجة الظروف اللي احنا بمر بيه ان احنا فيه معارض دولي الحرف اليدوية ومعارض داخلية في مصر ويعني بصدر ان احنا ان شاء الله الفترة اللي جاي نستضيف بالنصق مع بعض الوزرات وبعض المعوذي للسيد ومعوذي للسياحة نحن نحدي تاني مهرجان مصر الدولي في لون الشعبات يبقى مبوض ان شاء الله فنتمنى ده طبعا وبنشكر حضرك جدا اساس خالد محفوظ رئيس مجلس ادارة الشركة المشاركة في انشاء مبحث الغرداء شكرا جزيلا نروح لأخبار اخرى وطبعا احنا عرفين انه دكتور زيني حواس من الشخصيات الشهيرة عالميا في مجال الاثار المصرية والحقيقة يعني هو مش بشكل رسمي لكن احنا في مصر بالفعل بيعتبره سفير للاثار المصرية كمان اعلن امين عام منظمة السياحة العالمية زورب بولي كاشبيلي عن عزم ترشيح دكتور زاهي حواس ليكون سفيرا مصريا لأسياحة لدى المنظمة ده طبعا على غرار شخصيات عالمية كبيرة بمختلف دول العالم وفي فيلم ترويجي اشاد حواس بالكشف الاثري الذي توصلت لهي البعثة الاثرية المصرية من مجموعة من التوابيط الخشبية الملونة والمغلقة منذ دفنها منذ حوالي 2500 عام داخل بئر للدفن بجبانة سقارة انا لأساعدة محتوى الآن في ساكارة وفي الأرض من الرئيس يكتبون المسكين من المسكين أقول دائماً أنك لا تعرفين ما المسكين من المسكين المسكين عفتاح السيسي قلت بأن المسكين يجب أن يكون لديهم للمسكين من المسكين وإنما المسكين بالسؤول العالميين وقد مستعطيت تلك الحياة وقد كان مستغلق أن يعرف أن كل من يأخذ كل المباشرة لإمكانك ترغب كل المسكين ده طبعا جزء من الفيلم الترويجي اللي تبعناه بيتكلم فيه دكتور زاهي حواس عن الكشف الأثري بمنطقة سكارة نرجع تاني لحضراتك أستاذ علاء وأهمية أنه يكون عندنا شخصيات يعني علماء في مجال الأثار والسياحة المصرية يقدرين أنهم يوصلوا للخارج زي دكتور زاهي حواس كده احنا عرفين طبعا أنه هو شهير ومعروف عالميا وهو يتحدث عن الأثار المصرية طبعا دكتور زاهي حواس عملاق من عملاقة الأثار المصرية أن حاجة تطلع من دكتور زاهي حواس أنه يعمل مقدمة أو يقدم فيلم ترويجي للأثار المصرية أو السياحة المصرية ده شيء عظيم لأنه هو انفلونسر هو يعني من الناس المؤثرين جدا ظهوره على قنوات عديدة في العالم تابعه الكثير يحترمه الكثير في العالم القربي فطبعا دكتور زاهي حواس ده بالنسبة لنا كنس أنه نستخدمه الفترة اللي جاء ده في الأفلام الترويجية بالذات تزامنا مع اكتشاف مجموعة من الأثار المصرية القديمة والمكتشف حديثا ودي أخبار على فكرة بتسمع في العالم ولكن لما تيجي بصوت دكتور زاهي حواس بتوصل أكثر بتعمل إفاكت رهيب ترشيحه من قبل أمين منظمة السياحة العالمية ده الطبيعي نهاردة لو حريك شفتي لهم متحدة هيقدر يستغل المكان ده إزاي أكتر كسفير لمنظمة السياحة العالمية عن السياحة المصرية هو طبعا شوفي أنا كنت فيهم من الأيام كنت في نائب رئيس مجلس إدارة يعني انترناشنل ورجنزيشن كبيرة جدا السياحة فالتحدى والمشروعين السياحين فترة طويلة كنت دايما كل حاجة بعملها أو أنا في الفايس بريزيدن كنت بعملها إن أنا أفيد بيها مصري يعني إن حتى المؤتمر الدولي كنت بحاول أجيبه مصر الاجتماعات السياسناية والدورية للمجلس كنت بحاول أجيبها مصر أي حية كان فيها مصر حتى الكنتروبيوشن حتى السبونسورشيب أو الرعاية كنت بحاول أدخل فيها اسم مصر لدرجة إن إحنا عضاء كبير كتير جدا يبدأوا يعرفوا الدستانيشن دوت ويعرفوا إن إحنا عندنا تشريعات وتنظيمات وعندنا ناس بتفكر فده الطبيعي اللي بيحصل طرزي حواس إنسان عالمي وطبيعي إن هو يكون سفير للسياحة وسفير إنه هي حسنة وسفير لكذا منظمة دولية وفي ذات منظمة اليونسكو أتوقع برضو إنه هيكون جزء كبير ممكن يكون ليه دور مع المنظمة اليونسكو كمان فده الطبيعي وأنا يعني أضخف وطنياته إنه هو طبعا أي حدث كبير عالمي هيحاول أنه هيحاول هذا الحدث الأنظام لمصر أكيد وده اللي عودنا عليه بالفعل دكتور زي حواس يعني شخصية مصرية عالمية بتروج للسياحة والأطار المصرية صحيح على مستوى كل دول العالم نستكمل أخبارنا والحقيقة نكلم عن نمط سياحي خاص بالمحميات والبيئة قالت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن وزارة البيئة بتستعدل بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار وأيضا وزارة الإعلام لإطلاق حملة بيئية جديدة لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين كان هذا الكلام خلال اجتماع بين الوزيرين البحث سبل التعاون بين وزارتين الإعلام والبيئة في مجال رفع الوعي البيئي ولتبادل الرؤى المختلفة حول أفضل السبل للترويج السياحي لنمط السياحة البيئية واستعراض عدد من المحميات والأماكن الطبيعية الفريدة لاختيار الأنسب منها للاستعداد لبدء إطلاق الحملة البيئية الجديدة نتكلم عن موضوعنا الأساسي النهاردة وتوقعات بانتعاش السياحة في الفترة القادمة بعد الحقيقة وصول رحلات جوية ما بين روسيا ومصر وأيضا في رحلات قادمة من بولندا طبعا نحن عارفين أنه في بداية سبتمبر الحالي ابتدت بالفعل السياحة تعمل بشكل في اتساع أكتر وبتنفتح بشكل أكبر على عدد كبير من دول العالم والحقيقة عادت مؤخرا رحلات بين موسكو والقاهرة بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا لكل شركة وأيضا الحقيقة مصر استقبلت رحلات من بولندا ودول مختلفة من العالم وده الحقيقة يعني بيفتح أفاق أنه الفترة اللي جاء إن شاء الله يعني ينشط الموسم السياحي القادم بشكل أكبر بنحاول نحن نعوض بموسم 2020 اللي طبعا تأثر بشدة بسبب التوقف والإغلاق يمكن من مارس وحتى سبتمبر بسبب جائحة فيروس كورونا خلينا ننقش هذا الموضوع بتفصيل وإزاي كمان نقدر نروج لأسياحة في مصر بشكل أفضل خلال الفترة القادمة لسا معنا في الستوديو أستاذ علاء خليفة خبير التصويق السياحي الدولي أستاذ علاء يعني شايف حضرك إزاي القرار بعودة هذه الرحلات مرة أخرى ما بين موسكو والقاهرة بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا لكل شركة ومدين السياحة الروسية فقدت حوالي 6 مليون سياح فترة الأغلاق روسيا عانت معاناة شديدة جدا من فيروس كورونا وشركة تهرانا روسيا أغلقت لعادة وجهات بالعالم سواء باختيارها أو بدون اختيارها لما ترجع تاني كان لازم تدور على وجهات كثيرة من الوجهات الآمنة أو الوجهات اللي تقدر تفتح لها زي القاهرة مثلا من ضمن الوجهات اللي فتحت لها ومعاها أربع وجهات أخرى أنا شايف أن ده لي علاقة كبيرة بمدار تياح السلطات اللي هم يفتحوا الوجهة زي القاهرة لأن مصر كانت من حوالي 3 أسابيع كانت في المنطقة الحمراء من ضمن الدول المصنفة لفيروس كورونا وانتقلت فيما بعد حوالي من حوالي أسبوعين للمنطقة البرتقالية وده إنجاز كبير جدا إن شاء الله هنتقل للمنطقة الخضراء قريبا ده معناه أن حالات الأكتف كيسز اللي موجودة في مصر بتتضائل أن حالات الأصابات الجديدة بتتضائل وكمان فيه سيطرة مش كاملة ولكن سيطرة على المرض عشان كده إحنا من ضمن الدول البرتقالية لا إحنا في المنطقة الحمراء ولا لسه إن شاء الله هنخش للمنطقة الخضراء أعتقد إن ده إدى بعض الدول الدافع إن هما يقرروا عودة حركة الطيران مع القاهرة طبعا خبر رائع إن الروس قرروا إن هما يرجعوا تاني القاهرة ده بعد مطالبات فترة طويلة جدا ونتمنى إنه يلحقه بعد كده إنه يرجع السيحة لمنطقة البحر الأحمر مرة أخرى لأنه صعب إنه إحنا نعتمد على بيلاروس أو أوكرانيا بس لأنه إحنا مش عايزين يحصل في يوم من الأيام إحنا نعتمد على جنسية واحدة ويحصل أزمة أو يحصل مشكلة فتقوم الجنسية تنقطع فتتعمل عندنا دروب تاني في قطاع السياحة لكن الحقيقة بعد القرار بعودة الطيران بين موسكو والقاهرة نافذت الرحلات الروسية كلها الحقيقة القادمة إلى مصر يعني إزاي نقدر نستغل ده في مزيد من التصويق السياحي ومعرك ما تنسيش أنه عشان ما كانش فيه خط طيران فكان فيه مجموعة كبيرة جدا من العلاقيين وكان فيه مجموعة من الناس اللي كان ليهم علاقات أثرية بقاهرة فكان بالضروري أن أول ثلاثة أحلات وأول أسبوع أن يبتدي الناس تحجز هذه الطائرات كلها هيبان في الفترة القادمة فترة دخول على أوائل الشتاء هتبان جدا الطائرات داية ولكن أنا في اعتقادي الشخصي أن مناطق البحر الأحمر هي مناطق جاذبة جدا السياحة الروسية وحتى لو هو نزل القاهرة يطلع من القاهرة للبحر الأحمر فكتير جدا منهم كان بيعمل كده الفترة اللي فاتت أعتقد أننا دي بداية دخول السياحة الروسية أو رجوع السياحة الروسية بقوة داخل مصر ولكن طبعا لازم تبدأ بمطار رئيسي وبعد كده هنمتدي على المدن التانية وأعتقد أن هناك دول كثيرة جدا بتعيد حساباتها النهاردة إذا كانت مصر مقصد آمن أو لا وبرضو في نقطة السياحة الأوروبية سياحة هامة جدا بالنسبة لي فدي سياحة مش عايزين نتجاهلها مش عايزين نتجاهل أن نحن نعتمد على هذه السياحة لأنها سياحة في ودن الخمس ساعات اللي احنا بنون عليها الريديس حوالين البلد خمس ساعات طيران ده أفضل نوع من أنواع السياحة نيجي لك من في خلال من ساعتين للخمس ساعات طيران حوالين البلد ده أفضل نوع من أنواع السياحة ده اللي بيجي لك بعضات كبيرة زي السياحة الألمانية زي السياحة الإنجليزية زي السياحة الإيطالية كل هذه الأنواع من دول أوروبية مهمة جدا جدا لنتعاش الحركة السياحية طبعا سياحة روسية مهمة جدا تركيا حققت 975 ألف سايح من ساعة الفتح الغاية النهاردة طبعا مقارنة باللي احنا حقنا حوالي 200 ألف سايح لأننا كنا بنعتمد على جنسية واثنين تركيا فتحت لأكتر من 12 جنسية أعلنت مناطق عندها ساحلية مناطق آمنة تماما خضراء علشان كده احنا فترقنا لهذا الأمر لكن البعض كان بيشوف ده في مجازفة أنه يمكن بيجي على حساب الإجراءات الاحترازية بشكل كامل أو مشهد هو كان بتعمل نفس الإجراءات الاحترازية اللي احنا بنعملها ولكن هي الفكرة إن هي عاملة فكرة أنا كنت ممكن كلمت معاك فيها من فترة طويلة إن احنا بناخد مدينة أو اتنين ونعلنهم مناطق آمنة خضراء فبنعمل ليه قبل منعلن مناطق آمنة خضراء بنعمل تست لجميع سكان هذه المناطق سواء عاملين سكان أي حد داخل هذه المدينة نعم تست كامل ونطلع فيها النسبة طلعت نسبة 99% طلعت 25% ده اللي احنا عملنا بالفعل في الغرداء احنا ما عملناش تست لسه للسكان ولكن احنا أعلننا أن ما فيش حالات جديدة ظهرت ولكن احنا ما نعرفش مين دخل يعني يعني عرفها محركي بقى فيه حاجة اسمها سياسة حالية نسمها سياسة الممارات الأمنة اللي هي Safe Travel Corridors دي السياسة اللي بتتباه على الدول حاليا ما بين بعضها وبعض اللي تبادل السياحة البيانية فعلشان نعمل Safe Travel Corridors أو بيسموها بقى لأحيان Travel People لازم بفيه اتفاقات دولية ما بين الدول السياحية وبعضها لمراجعة الإجراءات الاحترازية ما بينها ومين بعض يعني انت اللي بتطلب مني حاجة بفيه معاملة بالمثل لازم أشوف الحالة الصحية عندك عاملة زي علشان أنا أبتدي أفتح لك أو أقرر إن أنا أصدر لك مجموعة من السياح لازم أزور يعني أنا كوزارة سياحة أو جهة تنفيذية لازم أروح أزور هذه الدول المصدرة وبتدي تلك معهم أزور السياحة والأطار عمل ده أفتشيك ويعني عدد من الدول كان ليه جولة خارجية مؤخرة هو معالي وزير السياحة بينفذ سياسة المؤمرات الأميرة ده صحيح نحن عندنا بالفعل مش السياحة الروسية بس عندنا عدد من رحلات السياحية من مختلف دول العالم ورحلات الطيران بعد استئناف حركة الطيران مرة أخرى نتكلم عن كمان رحلات قادمة من بولندا عودة الخطوط الملكية الهولندية كمان تشتغل كخطوط طيران حضرك شايف مصر والإيطالية كمان صحيح شايف حضرك مصر على خريطة السياحة العالمية في الفترة اللي جاء هو طبعا مصر هيبقى لها مستقبل كبير جدا على خريطة السياحة العالمية أولا مصر بلد تتمتع من قاومات سياحية عالية جدا قلما توجد مجتمع في دول كبيرة جدا من العالم احنا كل محتاجين وانا احنا نستعيد الساقط نستعيد ساقط هذه الدول فينا كمقصد سياحي وانهم يعني ما يقللوا من فترات الحاضر انه هو يرجع يفتحتاني في نصف شهر الجاي شركات كبيرة عالمية اعلنت ان هي هترجع تبيع مصر في منتصف شهر دوت وشهر اللي جاي شركات مثلا في الدول الإسكندنافية كل الدول الإسكندنافية اعلنت مصر منطقة ميناء فاحنا فيه اهتمام كبير بهذه المنطقة اعتقد ان احنا الفترة اللي جاية ديت هيبقى لينا استعادة قوية جدا لحركة السياحة ولكن برضو ارجع حضرتك لأمر هاما لا تناساه ان هو ما فيش سياحة بدون فاكسين يعني ما فيش سياحة بدون مصر سياحة اللي احنا عارفينها بشكلها قبل كورونا 200 ألف اللي عظمنا لغاية دلوقتي ده قطرة في بحر السياحة اللي كانت جدنا احنا كان بيجينا تقريبا مليون لمليون وربع سياح في الشهر وكنا كمان بنحاول نحنا نزود هذا العدد في الأجواء العادية ونحاول نزوده بدون مون سياحة في الشهر بالزبط يعني نحنا نأمل ان هيظهر فترة اللي جاية ديت امن ونأمل كمان ان تتقدم التكنولوجيات الطبية للكشف عن الفيروس ده مهم جدا عن فكرة من أمريكا لو تسمحي لديك وقت من أمريكا سريعا بس 10 دقيق انا اسم من 10 حوالي من 10 تيام ظهر شركة من الشركات الأمريكية الطبية العالمية عملت كت فحص يعني او بيسموها منظومة فحص الفيروس كورونا بتستغرق من 5 ل 15 دقيقة وتمانها 5 دولار وهتطلع للسوق في منتصف الشهر الجاي للاستخدام التكنولوجيات ده معني ان تسهيل حركة الطيران عرض كل الدول لما تستخدم هذه الامكانية مش هبقى فيه بقى 48 ساعة وقبلها بـ 72 ساعة ممكن نعمل تست للساحف عند قدومه بالنطار والأمر لنستغرق 5 ل 10 دقايق فهتسهل حركة الطيران انا متظرين طبعا انه توصل عندنا هذه الامكانية او الالية واكيد يعني مصر حريصة انها بتتابع الجديد في مجال الفحص وحتى اللقاحات اللي بيتامل حديث عنها كمان احنا نتابعها ونحجزها من دلوقتي ده صحيح عشان اكيد نكون يعني على قدر الجائحة ان احنا نتعامل معاها بالشكل اللائق بنشكر حضرات جدا اساس علاء خليفة خبير التصويق السياحي الدولي شرفت تحياتي مشاهدين بكده انتهت حلقتنا النهاردة من المجلة السياحية الاسبوع القادم بيتجدد اللقاء وحلقة جديدة الى القادم اشتركوا في القناة